اهلا مسهلا اصدقائي حياكم في قناتي اهلا محبين النبطات الداخلية النبطات المنزلية نبطات الزينة نبطات الظلم نبطات اللي تعيش عندنا في البيت نبطات اللي تعيش عندنا بالصالة النبطات اللي تعيش عندنا بالغرب النبطات اللي تعيش معنا في داخل البيت اليوم طبعا مكان يديد لان راح ابدل تربة نبطات اذا كنتوا شايفين الفيديو اللي خلطت فيه تربة ومواد علشان تساعد الجذور انها تكون قوية تكون تتنفس فالحين التربة عندي جاهزة منعقب هذاك الفيديو وعندي شوية نبطات ابي انقلها حق تربة يديدة وروح نشوف مع بعض ان النبطات اللي عندي انا غيرت تربتهم للأفضل وما كبيت التربة يعني تربتهم هي زينة هي تعتبر تربة المحل عاشت هي فيها وانتقدت فيها وكل شيء لكن الحين دا منها صارت في رعايتي انا حابة انها تكون هي في تربة افضل حوصة المطبخ عادي يعني ماكي حوصة رفو كل شيء مرتب ومضيف هني هادر كلهم اغراضي ملوت النبطات هني كلها اغراضي ملوت النبطات هني اغراضي هونلوت النبطات انا قاعدة استولي على البيت كله نبطاتي قاعدين ياخذون كل الاماكن بس الحمدلله ان انا يعني اهل بيتي كلهم ساكتين لان انا الام فما يقلون يقلون شيء وزوجي يساعدني بعد يقولي ما تشغل اي شي تبينا سوي اي شي تبينا اخذي 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 الصالة كلها اخذي كل الغرف اخذي اللي تبينا فالحمدلله يعني في تأييد من اهلي وحابين اهمى معي الموضوع بس الحين خلونا بموضوعنا ان احنا انا راح انقل النبطات حق تربة يديدة خنقرب ونشوف خنشوف مع بعض شلون انا نقلت النبطات مثل ما قدتلكم ان انا عندي نبطات ابي انقلها حق تربة يديدة عندي مجموعة من الاحواز كلهم تقريبا يعني مستعملين ما يطشي ديد كلة الاحواز عندي مستعملة خلونا نزل التربة منعقب هذاك الفيديو ما شل شيل بس انه انه فيديو ببطن فيديو فاندي شوية نبطاتة هني وهذه نقل النبطات من الماء الى التربة لان انا سويت في مجموعة من شذي فضة انه خلصت كل التربة اللي قبل على النبطات اللي نقلتهم من الماء الى التربة لكن خاشت لكم كم نبطة راح عشان ننقلها مع بعض وروح اوريكم النبطات اللي نقلتهم وشنو وضعهم وشنو صار وهذا بقى الحين خلونا هذيلا من تربة لتربة مجرد انه اغيرت لهم الاحواز خلونا نحن نبدي مع هذين وشوي شوي ننتقل حق اللي وراهم انا مجهزة احواز مثل ما قدتلكم ومجهزة النبطات نقول بسم الله نبدي باول واحدة نحط لها شوية في اسفل الحوض هذي التربة اليديدة نحط لها شوية في اسفل الحوض وبعدين نحط النبطة هذي من انواع الانثيريوم انا قلتلكم بالفترة الاخيرة صار عندي عشقي ديد اللي هو الانثيريوم فشفت هذي قلت هذي انثيريوم قلت الله والله حلوة جميلة ما عارف شكلها وهذا بس قال لي ان ان شاء الله هي لما تكبر وتتاقلم مع المكان وتستانس راح تتمد وتصير فيها اوراق كبيرة فقلت يلا يعني انا حين عندي جمنا بتاع حجمها كبير وقاعدة ابتلش بالمكان لان غرفة الطعام مو مهيئة حق نبطات بهذا الحجم لكن شا سوي يعني حلوين وكبروا وصار لهم سنين فاكيد راح يكبرون وكل شي وانا ما راح اقطهم يعني عقب هذا العمر فا يلا كبروا استانسوا ولين انشوف بعدين شنو يصير انا فكرت للامانة يعني فكرت ان انا النبطات الصغيرة اللي عندي يعني خلاص امشيهم امشيهم اوزعهم عندي يعني عندي اهلي وعندي ناس عارفهم يحبون ياخذون من عندي نبطات فشكلي راح اعطيهم النبطات الصغيرة وانا اكتفي بالنبطات اللي عمرت عندي وكبرت وخذت مكاني كبير عندي فهما اللي راح اخليهم او انه حتى يعني اذا انه يسوون مكان حق النبطات اللي قاعدة تكبر وانا قاعدة حين احط شدي عشاص انه ما ابيكن فيها فراغات الدشش هوا ومع السقي ان شاء الله هذا كلها راح ينزل فشدي انا سكرتها وتابيلها هي احوض ديكور انا عندي احواض ديكور وايد فتقريبا الحين هذا جاهز لها احوض ديكور قتلكم يعني شكلها جمالي في احلم الحوض اللي توا مساع وفي لون اخضر وكل شيء وانه يساعد في انه يكون السقي اسرع فهذه واحدة جاهزة وعندي هذي ويت ويزرد فعندي لها حوض مناسب حق حجمها لان الحوض اللي انا خذيته من المشتل كان وايدي كبير وانا على حسب خبرتي ان الاحواض الكبيرة يعني اه اتخرب بالجذور فانا تشدي يعني لو انتم شايفين بهذاك الفيديو ان انا ما قطيت كل التربة مالت الجذور خليت بس شلت اللي كان تالف فكان فيها جذور تالفة فشلتهم وخليت لها الجذور القوية والحين وياكم قاعد احط لها مية تربة مالتي وانا احب امسك التربة احب امسك النبتة بيدي شدي اسطانس يعني هذا هو الاحساس مالي هذا الاشياء اللي ترفح عن بالي وتخلي بالي فايق ورايق اني انا امسك التربة اتشوف نبتاتي واشوف ان الدنيا حلوة اذا في على قولتهم يعني اذا بنروحك جانب النطاقة سلبية وما ادري منو ما شنو فالتربة هي اللي تنتص الطاقة وتخلي طاقتنا جميلة وكافي ان احنا نشوف اللون الاخضر والجمال والريحة ولترا فهذا كله ممتاز عندي هذه واحدة خنشوف لها حوض نشوف لها حوض ايه بيرفكت ليش شنو في الحوض الحوض في شي ما في شي بسم الله رحمن رح اوكي يلا حوض هذه الثانية خلصت عندي بعد واحدة عندي هذه البوتوس و جذورهم طويلة وكل الشي وشكلهم جميل راح اخلي كل واحدة بحوض بس ابيلهم حوض اصغر عندي هذا الحوض اصغر هذا أفضل لها هذا الحجم ممتاز هنشيل الستيكر وهو معطيني الحوض يعني وايد سهل هذا أنا صارت معاه مرة أنه حطيت زرعت نبتة العنكبوت ما نقلتها حطيتها بحوض يعني بحوضها بحوض ثاني ودفنتها فيه وما شاء الله كبرت وصارت جميلة فشكل الحوض هذا فيها شوية جذور لا زينة وممتازة لونهم بني بس طرفهم أبيض يعني شيء غريب أبيها تكون شدي أبيها تمشي بعدها عشان أنا أمد لها حبل وخليها تتسلق عليه فهذه هي مع التربة مالتي الجاهزة اللي أنا خلطتها وإن شاء الله يعيشون وكل نبتة من عندي يعني نبتاتي اللي موجودين اللي تكبر تحتاج حوض تغيير حوض ما تغيير حوض على طول راح أحط لها هذه التربة مالتي اللي جهستها وياكم بلاكل فيديو وهذا شدي شكلها شدي وايد أفضل حطيت لها تربة هنا من تحت حق الجذور وهذه إن شاء الله هي تكبر وتتعمر فيهم بعد أندي وحدة أنا يعني لما نخذيتهم باليوم خذيتهم فكرت إن أحطهم مع بعض أسفل قلت لأ يعني هي ما شاء الله مادة وجميلة فاااا شوفوا قاعد أحط أسفل الحوض أول شيء عشان له جذور وبعدين نحط النبتة علشان إن هي تمد جذورها داخل وهي هذي بهذا الشكل فيها جذر هنا طاير يعني هذي هن أقدر أقصها وحطها في الماء بس لا أخليها بهذا الشكل شوفوا معاين أخليها بهذا الشكل إن هي هذا شدي معاها فهذه للجذور داشين وهذا الشدي رح تساعد إن هذي تنطلق أكثر وليش رايكم أقصها وخليها في الماء وخلي هذي تفرع يلا بس خنجهز المقس وهذا تتحول على ماء ويصير عندي بداء الثنتين يصيرون بداء الثلاث شرايكم خنشوف مع بعض لأن هذي من النواع البوتس فالجذر جاهز رح أقص من وراه على طول رح أقول بسم الله أقرب على الورقة اللي ها شديد ونقول بسم الله رح يتح بالأرض أوكي رح أنقل على طول هذا حق الماء بسموها الحين وهذه رح أخليها شديد بهذا الشكل بهذا الشكل شديد وهلي رح يفرع وهو فيه نقاط بعد ما لودت لهذا يعني أقدر أقص 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 بس كافي آآ شديد رح يعطي كثافة هني ورح تنطلق إن شاء الله فهذه شفتوني أنا حطيت شوية في البداية حطيت والحين رح أغطيها شديد ما نخلي كل الساق بالتربة نبي بس الجذور إياه اللي في التربة وبهذا الشكل صارت عندي نبتة أنا شريتهم ثنتين وإحين وإياكم صاروا ثلاث بس jego هاكي هذي إياة شديد ثنتين وتالث رح أحطها فيه ماي خلونا نكمل على باج النبتات بعد منه النبتات الثانية اعوذ بالله من الشيطان ايه خذيت هذه البوتوس يسمونها جلوبال صراحة يعني بيتي الحمد لله متروس كلها بوتوس لكن عجبتني انها نشوف شلون التبرق شمالها شلون مصير سبحان الله جميلة جدا بس يبيلها علاج من الاسف فيها شوية اشياءات ما علي مع العلاج وهذا راح تصير ممتازة شرايكم اجذر اقصص منها ولا خليها شدي تكمل وما راح اغير لها تربة لان اتولي شاريتها فلا ما راح اغير تربتها بس انا بغيت اوريكم اياها لا لا ما راح اغير تربتها خليها شدي خليها شدي وشريت هذيلي انا احبهم قلت لكم الحين قاعد يصير عندي عشق حق الانثيريوم لان سعرهم صراحة يعني يقول تخذوني فاخذيت لكن التربة مو عاجبتني معانا تولي شاريتهم وقاعد اشوف ان التربة يعني مو ناش في حال فببدل زينين 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 راح احط لها التربة اليددة وهذا الشغلة يعني انا قلت لكم ان لما نشتري النبتة ننطرها تنشف تربتها وبعدين نبدل لها التربة مو حالا نبدل لها التربة يعني لازم ننطر عليها لكن التربة انا قاعد اشوفها انا تربتي افضل فراح انزلها من التربة شويه انزل عنها اوكي راح اطلع هذي التربة مع ابيها وحطها في تربة يديدة من عندي اللي هي تتنفس تخلي الجذور تتنفس بس تنشف معها التربة اسرع علشان نشوف ان شاء الله شنو يصير بعد وصل للقلب لنص التربة نص النبتة اللي بنخفف عشان هذي التربة لا تمسك لها ماي نخلط اللي طاح نخلطها مع تربتنا وحطها في حوض من عندي ولا حوضها نفسة ايه احطها بحوضها نفسة ايه احطها بحوضها نفسة مع تربة اول شي راح احط تربة زيادة حق الجذور تحت وردها وراح اقول لها ترى يعني انتي بأمان لا تخافين لا تخافين هذي التربة وايد اضلج من اللي كانت صحيح اني انا ما انقل تربة يعني ما انقل نبتة بسرعة بهذا الشكل نفس اليوم لكن لانا متأكدة من تربة المحل انها ايه هي مثل ما شفتوها غامجة متماسكة وراح تكون رطبة طول الوقت هذي هذي راح تكون معها تنشف التربة معها اسرع وانا نبتاتي كلهم يعتمدون على انشفان التربة قبل السيقي فبهادي التربة راح تنشف تربتها اسرع هنشوفها ما تشيكت على حشرات ما تشيكت على شي ما يخالف عندنا خلطة زيت النام ما تقول شي هههههههههه نعتمده كذا لك عندي هذي ماشاء الله متروسة ونموات وشكلها ما فيها تربة اساسا شعفوا معي كلها جذور كلها جذور وانبلغة تقوم بيرلايت وكل شي شانونا شانونا تطلع دودة كلها حلو حلو والله يعني أنا ما أسوي بس عدي متروسة ما شاء الله حتى ما أقدر أنا أردهب حوضها إذا بحط لها تربة ثانية من عندي بس نعطيها شوية زيادة كذي كبير حل هنشوف هذا حوضها وهذا أكبر منه بنمره تمام يلا نتوكل على الله نقول بسم الله هذي مكانك اليديد عيشي حياتك رح أحاول إنه شنو إنه أوسط لها المكان أولا لا ما يتوسط بس خليت طبقة من تحت تكفي تكفي بعد و رح أسكر داير مدارها شديد و رح أسكر داير مدارها أفضل أفضل إن شاء الله نقول بسم الله و رح نتابع طبعا مع بعض هنشوف شنو يصير أنا ماني مستعيلة ف رح نشوف النتيجة بعد شهرين يعني رح أسقيها وأخليها تنشف وأسقيها وأخليها تنشف بالمكان اللي موجود عندي بالبيئة اللي عندي فنشوف شنو يصير وأنا طبعا أتمنى يعني أتوقع لها الخير دايما أتمنى الخير حق نباتاتي علشان أشوفهم بخير هديلا خالصين يعني وأنا قاعدة أشتغل ما أقول يا رب خاف تموت خاف ما لا نقول يلا إن شاء الله تصيرين زينة وتصيرين حلوة وهذا مكانتش اليديد يلا كبري يلا عين شي فأفضل أفضل ما إننا نتشائم نقبس فهذيلا أنا خذيتهم من واحدة عرفها خذيتهم من عندها خذيتهم تربتهم رطبة فما راح أسوي شي مجرد إن أنا نفس ما سويت حق الأنثريم بسوي حق هذا بنقلهم مع تربتهم في حوض يكونون دايم في شلي راح نوصل وعندي وعد واحدة هناك وليتهم ثنتاناتهم هذا هو هذي يشوفوا طريقة النقل شلون صارة راح أشيلها مثل ماء هي مثل ماء انتين مع تربطت وجذورتش فيها حجر لك وايد أوكي مثل ماء هي بس شدي بس شدي صارت هي فوق خلن نزلها مثل ماء انتين روحي شدي مثل ماء انتين بتربطيش بطينيش بكل شي لان هي توها ساقيتها ف بكل شي اللي معاها نردها بحوض أكبر لان ابيها ان شاء الله تعيش ما نقول يا رب تموت وخاف تموت وخاف ما نقول ان شاء الله تعيش تصير أفضل لان احنا لان هي قاعدة تريح من نفسيتنا تريح من كل شي نحبهم ونستانس معاهم ما نتمنع لهم الموت نتمنع لهم ان يصيرون زينين مكانة اليدين ها 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 منزل مبارك والتهنين فيها ورد لها العصايا مالتها نفس ما هي كانت مساويت لها وخليها تتسلق وتعيش نتمنع لها انها تعيش انه ما نقبس على حالنا اوك هادي خالصة بعد في واحدة هادي الكبيرة نفس القصة راح اسوي لها راح اطلعها من حوضها وبمايها كلها نفس ما سويت حق هديج راح اسوي حق هادي لان هي توهى ساقيتها ف بطين مالها بكل شي لكن انقلها حق حوض اكبر الجذور كلها تحت ما شاء الله اطلعها تربة طينية براح اطلعها بهذا كبير بس اولا نحط تربة تحت تربة طينية اطلعها 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 تم تربة ثلاثة اطلعها للاكثة كبير اطلعها 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 صح اول شي لجذور بعدين النبتة حلو وذا نغطيها بالتربة الممتازة مالتنا هذه من انواع الفلدندرن قالت لي اسمها صعب قالت لي تصير ورقتها كبيرة ورقتها مخملية انا قلت ورقتها اصلا شنها الوكاسيا من شدي حبيتها لان الوكاسيا مثل ما انتو تدروا ما تعيش في البيت فهادي اذا هي الفلدندرن ونفس الورقة فالبديل الناجح من شدي حبيتها وخذيتها صراحة ان شاء الله تكبر هي بعد وتعيش وتمد وكاهم هذيلا هم حتى جاهزين اني انا اقدر اكثر منها بس ختعيش ختعيش عندي اذا شفت حالها ضعف او شي تشدي فمكان القص واضح كاغي ما شاء الله كشفيها تمام وقعد طلع فرع يديد وهذا ايها جميلة جدا يعني يبينها بس تربط اشدها على العصايا هذي لان انا ما عندي اللوح هذا اللي هما يكبرون عليه ياخذ مكان وشكله مو حلو بعدين فخلونا على هذي العصايا ما عندي مشكله خلوها كذي بس فهذي اهي بس كذي كافي كافي كذي حلوين بس اشوف لهم احواط ديكور عشان ان انا اوزعهم عندي بصالة وطبعا اصدقائي الحين بما اني انا نقلتهم حق تربة يديدة الحين اللي انا حطيتهم فيها تربة تربة ناشفة فراح اسقيهم وحطهم بحواط ديكور ووزعهم داخل اندي في غرفة الطعام وروح نشوفهم ان شاء الله فيديوهات الثانية راح اعشر عليهم وقول لكم هذي وهذي وهذي وهذي